الآن مع بحث آخر للأستاذ عبد الكريم الشبلي وهو من تونس الطيبة وعنوانه دور الإمام الباقر عليه السلام في رد الاعتبار للسيرة والسنة النبوية وروايتهما هو أستاذ متخصص في التاريخ الوسيط له من الخبرة المهنية الكثير فقد سطر لنا بعضا من تدريسياته وأستاذياته في الكثير من المعاهد له العديد من المقالات المنشورة في تونس وخارجها وله نشاطات ومشاركات علمية كثيرة بطبيعة الحال لا يسع المقام لذكرها وهي طويلة نسأل الله التوفيق له شكرا يجب علينا أن أشكر الجهة الساهرة على تنظيم هذا المؤتمر وتوفير هذه الفرصة للقائكم والحديث عن شخصية الإمام الباقر خامس أئمة أهل البيت عليهم السلام وعظمة دوره في توفيق التراث الإسلام تراث أجداده وتراث النبوي من السنة والسيرة النبوية بالطبع العمل على تاريخ السيرة النبوية وخاصة دور الأئمة عليهم السلام ليس بالعمل الهيين وبعد عقدين من تجربة تدريس السيرة النبوية في جامعة السيدة رقية عليه السلام وفي السيدة زينب جامعة المصطفى وفي الجامعة التونسية حقيقة يدفعنا للتساؤل عن مدى إدراكنا وتحقيقنا وإمامنا بهذا الدور كما يجب وحقيقة نتساءل إن كان فهمنا وهذا الإدراك يرقى إلى الإدراك الحقيقي للأئمة عليهم السلام وتعاطيهم وحقيقة الدور الذي كانوا يلعبونه في تلك الظروف تلك الظرفية الدقيقة والخطيرة جدا واختياري للإمام الباقر عليه السلام في نهاية القرن الأول للهجرة وبداية القرن الثاني في ظل الحظر الأموي والحصار الشديد الذي كان يعاني منه تراث أئمة أهل البيت والتراث النبوي وكذلك باعتبار أن شخصية الإمام الباقر عليه السلام ربما أغلب المسلمين لا يعرفونه ولا يدركون القيمة العظيمة للإمام الباقر عليه السلام ربما أتساءل في البداية كمؤرخ وكمهتم بالسيرة النبوية عن السنن الإلهية التي تحكم هذا الكون وهذا الوجود الإنساني هذه السنن منذ عصر النبوة وعصر الإمامة وتاريخ الإنساني ككل وما كان يفهمه الأئمة عليه السلام وأي منطق وأي سنة تحكم هذا التاريخ الإسلامي من سنة التدافع أو آية التدافع لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض آية ما ينفع الناس يمقث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء آية التداول وتلك الأيام نداولها هناك سنة كثيرة حقيقة يجب أن نمحن فيها وأن نقف عندها وربما أصل إلى نوع من القناعة أن كمؤرخ يصعب توثيق حقيقة السنة بشكل حاسم بشكل نهائي في ظل ندرة الوثيقة في ظل صعوبات التعاطي مع الرواية والكثير بما من التناقضات وبسبب الحظر الذي تواصل 150 سنة تقريبا لكن مع ذلك ليس مستحيلا نحن في هذا العصر ندرك أن هناك تقنيات كثيرة تتطور وقادرة على استعادة طور السيرة النبوية وطور تاريخ الأيام معلم السلام وتكنولوجيا هناك بإذن الله مؤشرات كثيرة تدل على قدر على استعادة وإحياء هذه التفاصيل التي لم تنتهي فالمؤرخ الأكاديمي يربط مراحل هذه السيرة النبوية وتفاصيلها ربطاً سببياً آلياً ربما جاثاً ربما هو يبحث عن إطار تاريخي غير مكتمل إطار تاريخي محلي يهمل الشأن الدولي أو الشأن الغيبي السيرة النبوية حقيقة لا يمكن أن نشتفها من سياقها الغيبي سيرة الأيامة خاصة لا يمكن أن نعزلهم عن دورهم الرسالي وسياقهم الغيبي الإلهي يخرج السيرة حقيقة عن إطارها ومن مفاهيم ومن سنن عظيمة ربما سادت في مرحلة المعصوم لكنها غيبت للأسف ولا يدركها الكثير من المسلمين قضية الرسالة والعالمية والولاية وحتى مفاهيم الهجرة مفاهيم المواطنة مفاهيم الأخوة فضلاً عن النبوة والإمامة وغيرها مفاهيم كثيرة غيبت وابتعدنا عنها ربما وأصبحنا عاجزين عن إدراكها واستحضارها مفهوماً مفاهيمياً وكذلك حتى ممارسة ونحن ربما أبعد عن هذا الشأن ربما السيرة لا تطرح إلا في سياق جاف مثال ربما نحن تعاطع عادة مع صحيفة المدينة المنورة كدستور وكمؤسس مرحلي لا هي تؤسس للدولة الإسلامية للدولة الرسالية نتعاطى مع ربما قضايا مرحلية في السيرة النبوية صلح الحديبية وغيره عقد النبوة أو عقد النبي ونحن أبعد عن إدراك كنه هذا المفهوم للأسف إذن ضاعت مفاهيم حفظ الجماعة الصالحة الفئة القليلة المؤمنة ومفهوم المواطنة المواطنة الولاء الأمة والآخر المولى والحرب أهل الذمة ترون هناك تحول في التعاطي مع المفاهيم الرسالية الأولى وتوجيهها ربما نحو مفاهيم مصطنعة أو مفاهيم طارئة نتيجة تطبيقات منحرفة أقل ما يقال عنها أو تطبيقات تتعلق بسياق سياسي اقتصادي عسكري براجماتي خاصة في القرن في العصر الأموي في القرن الثاني للهجرة إذن ما هو دور الإمام الباقر عليه السلام أمام كل هذه الانحرافات أمام كل هذا التشويه والحظر والتعتيم الذي استهدفته السنة والسيرة النبوية بالطبع لا يمكن إدراك كل أبعاد هذا الدور يحاول باختصار شديد والمقالة موجودة ضمن أعمال المؤتمر حقيقة الإمام الباقر عليه السلام واجه هذا التحريف رغم الحظر رغم المحاصرة الشديدة التي فرضها عليه بن أمية وخاصة هشام بن عبد الملك ونرى أن الإمام الباقر عليه السلام واجه أقل ما يقال الحزب حسبنا كتاب الله وأن الله كفيل بتعهد شأن هذه الأمة وما إلى ذلك لا الإمام باقر قام بحفظ هذا التراث النبوية قام بحفظ تراث السيرة والسنة ولعله القاسم المشترك بين مختلف الأئمة عليه السلام هو تضييق الحكام ومحاصرتهم وتصفيتهم جسدياً بالمقابل الإمام كان يمثل الموثق كان يمثل الحافظ والساهر على تدوين المراقب الموجه والمصحح لهذا المسار كان يعمل ثانياً على نشر هذه المعاني العظيمة والمفاهيم الرسالية التي كادت أن تختفي وثالثاً كان يعمل على إعداد النخبة أو نواة الجماعة الصالحة القادرة على مواصلة هذا الدور ونيابة عن الأئمة كانوا يستطيعون التواصل والتحول عبر الجغرافية لنشر الروايات الصحيحة والسليمة عن الأئمة ورابعاً دور التصحيح دور حفظ مقام النبوة والولاية للرسول خاصة مقام الرسول صلى الله عليه وآله ككاريزمة شخصية عظيمة هو أعظم خلق الله خير الأنام بالمقابل نرى أن معظم روايات السنة في المرحلة التي عاصرها الإمام الباقر كانت تنتقص من هذه الشخصية العظيمة كانت تحارب كانت تشوه هذه الشخصية العظيمة وحري بنا أن نلتفت إلى هذه الكاريزمة التي لم ولن تعوض وهي تجسد كل مفاهيم الرسالة وكل مفاهيم الإلهية الرحانية إذن واجه الأئمة في المدينة المنورة من خلال أساساً جامعة الإمامين الصادقين الإمام السجد عليه السلام كان المؤسس الأول لكن جامعة الإمامين الصادقين تكفلت بتكوين الجماعة الصالحة النخبة المؤمنة من الرواد والمحدثين وكذلك تمثل دورهم في نشر علوم النبوة وأهل البيت عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام في مسيرته الرسالية القصيرة من كربل إلى شهادته بالمدينة المنورة كان يعاني من حصار ومن ملاحقة استدعاء بعد استدعاء وتضييق مع تضييق وتشويه ومحاولة من انتقاس واستهزاء من قبل هشام وغيره لكنه مع ذلك كان ليس صنواً كان معلوماً معلوم المكانة معلوم هذه القيمة العظمى لدى عهدد كبير من الصحابة الذين عصرهم جابر بن عبد الله ابن عمر بسعيد عبد الله بن جعفة سعيد بن مسيب ابن الحنفية وغيرهم من من عصرهم وكانوا يوثقون مكانته وعلمه وعظمته علم الإمام الباقر عليه السلام نجده في مختلف مصادر المسلمين وتؤكد هذه القيمة الرسالية العظمى ومعظمهم يذكرون يعني السيوطي والزمغشري وغيره يروون عن خامس أئمة أهل البيت يقولون قال محمد من علي أو قال محمد الباقر عليه السلام إذن مقابل تفاقم هذا الانحراف الفكري والعقائدي في هذا العصر الأموي الذي لم ينتهي العصر الأموي ليس مرتبط بعصر محدود أو فترة محدودة كما نقول تلك السنوات الألف شهر لا والعصر الأموي يمتد هو ذهنية هو عقلية وبالمقابل يجب أن نلتفت إلى الذهنية الرسالية التي تتعاطى مع هذا التشويه وهذا التحريف وممارسات الله والمجون والترف الترف إن الله لا يحب المترفين وانتهاك الحرومات والعياذ بالله لم يختفي لم ينتهي بل هو يتجدد في كل عصر إذن نرى أنه مثلا الحصن البصري في هذا العصر الأموي وهم معاصرين له يرى أنه قد غيروا كل شيء حتى لو خرج عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله ما عارف منكم إلا قبلتكم حتى الصلاة غيروها يعني هذا من شهادات المعاصرين للإمام الباقر لكن أخطر الإنحرفات التي ابتليت بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله بعد رحيله منع الخلفاء رواية ونقل الحديث ولهذا بادر الإمام علي عليه السلام خاصة بتأسيس ما عرف بهذا خط كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وخط نبيه أو خط علي وهو ما نجده من مواريث الآيمة والإمام باقر عليه السلام كلما نوقش وكلما تحداه كان يخرج في أي مسألة كان يعرض الكتاب والحديث متعلف يقول هذا خط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله إذن الإمام باقر واصل النهج نهجا رساليا ليس مثلا نهج رواية أو دعاية أو ملتقيات وانزواء لا النهج الرسالي بتأسيس مدرسة الإمامين الصادقين بنشر معارف الإسلام الصحيحة والتصدي لأصحاب الإنحرفات وخاصة المغالين وخاصة الإسرائيليات التي بدأت تتسرب للعقائد وروايات السيرة النبوية وشجعها الأمويون وخلفاء الأمويون حقيقة شجعوا نشر الإسرائيليات التي تنتقس من مقام النبوة وعظمة الإسلام إذن الإمام كان يستغل مناسبة الحج للقاء المسلمين للقاء العلماء وكان يناقشهم وكان يوجههم ويعمل على تفقيه تلاميذه من علماء تلاميذ أهل البيت عليه السلام ولهذا حتى هشام بن عبد الملك لما استدعاه وحاول أن ربما يحول مجلسه إلى نوع من استهزاء أو نوع من الانتقاس كان الإمام حاضراً بقوة لوجه له الوعظ وكان حاضراً بقوة فكرياً وجسدياً لينافسه حتى في استهداف استعمال السهم وغيره فالإمام الباقر لم يكن متخاذلاً أو متخلياً عن دوره الرسالي فكرياً سياسياً واجتماعياً لماذا؟ لأن الفترة الأموية قد خلقت انحرافاً اجتماعياً كبيراً هذا التباين بين العربي والمولى هذا التباين الطبقي بين الحر والعبد والموالي انتقاس مكانة أمهات الأولاد وأولادهم حقيقةً مفاهيم اجتماعية غريبة وعجيبة ما أنزل الله بها من السلطة مخالفة لأبسط بديهيات الإسلام لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى صريح الآيات وصريح القيم الإنسانية خالفوها للوهلة الأولى نتيجة ممارسات خاصة نمط المغازي والانحرافات إذن أخيراً يتجلى هذا الدور الإصلاحي للإمام الباقر من خلال ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الخلفاء بصريح العبارة كان يواجههم بالوعظ وكان يحاول ربما أن يوجه الناس إلى القيادة الحقيقية الرسالية ومكانة أهل البيت بشكل أو بآخر من خلال قوله عليه السلام من أعانن بلسانه على عدونا أن تقه الله بحجته يوم موقفه بين يدي الله عز وجل إذن أخيراً الإمام الباقر عليه السلام كان دوره هو إحياء السنة النبوية الشريفة كوسيلة للتغيير ولتأسيس المفاهيم الإسلامية الصحيحة تضمنت مروياته الكثيرة على مفاهيم مكارم الأخلاق والاهتمام بتهذيب النفس وتزكيتها وشجع على إخلاص النية في العمليات الأخلاقية وغيرها ونجد مختلف هذه الروايات لداء بن إسحاق والسيوط وغيرها من المصادر المسلمين وهي تصحح الروايات وتحاول أن تعطي الرسول صلى الله عليه وآله مقام الحقيقي المقام الإلهي الذي بوأه وربما من الروايات القليلة التي ذكرت أن المسلمين في آخر حياته حقيقة رواية محاولة اغتياله لدى عودته من تبوغ في ثانية العقبة الإمام عليه السلام أكد هذا الشأن حتى يبين مدى انقلاب كما موجود في الآية الكريمة البعض على أعقابهم وطبع كانت مدرسة الإمام باقر من فقهاء ومحدثين من أكبر فقهاء وعلماء أهل البيت عليهم السلام ونجد أن البعض منهم قد عرض عليه وراجعه في ثلاثين ألف حديث وكان يراجع ويصحى وقد أسس أعظم جامعة إسلامية لحفظ وتدوين تراث الإسلام وسيرة نبيه صلى الله عليه وآله وشكرا لكم وعفونا على الإطالة شكرا جزيلا للسيد الباحث الأستاذ عبد الكريم الشبلي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا البحث الذي صدح به بمنزلة الإمامين الصادقين عليهم السلام ومكانتهم في الأمة الإسلامية وكيف أدار الصراع مع بني أمية ومع الفرق المنحرفة والضالة فخرج من كل ذلك منتصرين يؤسسون لنا منهجا رساليا نتمثله في حياتنا وجوانبنا اليومية وهو الأستاذ المنقب في السيرة النووية نعم نستلم الآن المداخلات نعم تفضل الشيخ عادة على اليمين إن شاء الله الدورة السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا على ما أفضتم به وتحدثتم به وبينتم من دور للإمام الباقر عليه السلام في مواجهة عمليات التحريف التي تعرضت لها السيرة النووية الشريفة ولكن يمكن أن يطرح سؤال حول فقرة مرت في كلامكم ذكرتم أن النهج الأموي في محاربة السيرة ليس منحصرا بالفترة الزمنية التي تولى فيها الأمويون الحكم هل يمكن أن نقول حينئذ أن المسألة هي أعمق وأبعد وتسبق الدور الأموي ابتداء من تلك المقولة التي قالت حسبنا كتاب الله ثم من المقولة الثانية التي منعت تدوين الحديث هاتان الفقرتان سابقتان للعهد الأموي وهو فيما بعد مما سمح بإضافة ما كتب مما سبب تشويها للسيرة النبوية مما يستعمله الأعداء اليوم يعني عندما نجد مثلا ما كتب سلمان رجدي وغيري عن صور من السيرة أليست لها جذور فيما كتب فيما بعد نتيجة تلك المرحلة ومعنى ذلك أن المسألة هي عملية مترابطة في حرف السيرة النبوية ابتدأت حتى من قبل العهد الأموي وشكرا نعم شكرا جزيلا تفضل بسيطة جامعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عفوا أنا عندما أقرأ العنوان عندي إشكال بالعنوان فقط رد الاعتبار للسنة النبوية يفهم أن الإمام عليه السلام كان في مقابل منع تدوين الحديث فرد الاعتبار هو إفشاؤه ونشره أما أنه رد الاعتبار للسيرة السيرة عندما أسمع مفردة السيرة أن السيرة المدونة والتي تعتبر الآن كأنها مصدر أساسي بدأت أيام من منصور فكيف يمكن توجيه هذه العبارة أن الإمام الباقر الذي هو متقدم على ما دون من سيرة أنه رد الاعتبار من سيرة النبي صلى الله عليه وآله جزاكم الله شكرا جزيلا تفضلوا ديار لضيوفه الكرام وقرر الدكتور علي كاظم من جامعة واسط أقول أول ضربة وجهت لمنهج حسبنا كانت على يد الزهراء عليها السلام وقبلها كانت على لسان رسول الله وعند الباري أما عمليا في يوم الخميس يوم الرزية ارتفعت الأصوات حسبنا كتاب الله وهذا ضرب للسنة جملة وتفصيلا بعد أيام جاءت الزهراء إلى مجلس الخلافة فقالت أفي كتاب الله أنك ترث أباك ولا أرث أبي فجاء الكلام من مصدر الخلافة سمعت أباك يقول فعاد الاحتجاج بالسنة رسميا هذه الضربة طبعا ليست مني وإنما أسنتها إلى سماحة السيد محمد روال شرف الدين الضربة التي قبلها يوم الرزية ولعل الكثيرين لا ينتبه إليها عندما قال الرسول قوموا عني فإنه لا ينبغي عند نبي خلاف هذه ضربة لما صدر منهم والضربة الأكبر عندما جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي والصوت ليس فقط الفيزيائي الطبيعي وإنما الصوت بمعنى أن يكون رأي لأحد فوق أو قبال رأي رسول الله أما تأصيل المنهج فكان على أهد رسول الله عندما يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فيقولون هذا منك أمن ربك والله يقول ما آتاكم النبي فخذوا ما ينطق عن الهوى إلى آخره شكرا بوركته دامة وفيقك تفضل جنابي الشيخ نحن نشجع على المشاركات الجديدة نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطهرين جزيزي شكرا اللهم صلى الله على محمد جزيزي شكرا جنابي الدكتور عبد الكريم حفظكم الله جنابي الدكتور عفوا كما تعلمون ويعلم الجميع أن حكام بني أمية لما استلموا الحكم زووا أهل البيت وغيبوا حديثهم ورواياتهم فما فتح المجال لكثير من الانحرافات سواء كان باسم الإسلام أو حتى غير الإسلام بعض من الاتجاهات لغير المسألة التي دعت إلى الإلحاد مثل أبو شاكر الديصاني وأضرابه لا أدري هل كان في طيات بحثكم إشارة لهذا الأمر أم لا نعم أحسنتم تفضل الجنابي السلام سألاء المداخلات نختصر بها تفضل الدكتور شكراً لإخوة المتداخلين ونحن نستفيد من هذا النقاش الشيخ أشار إلى النهج الأموي حقيقةً وحسبنا كتاب الله لا يتعلق بفترة النبوة كما أن السيرة النبوية في حد ذاتها عندما نتحدث عن التأسيس الرسمي للدولة في عهد المنصور في حوالي 155 هجرية نفس الشيء تقريباً نحن نتحدث عن جوهر وعمق هذا النهج الأموي الذي حاصر وحاول أن يصنع البدائل كعب الأحبار وهب المنبه هؤلاء إسرائيليين هؤلاء هم الذين شوهوا السيرة النبوية وغرسوا فيها شبهات لن تحل إلى قيام الساعة صدقوني لا يزال نهج كامل يتمسك بهذه الروايات ويعتبرونها من أسس الدين رغم انتقاسها من مقام النبي صلى الله عليه وآله وفقط أن أقول مثلاً نتصور فقط وضع السيرة النبوية لو لا دور أئمة أهل البيت وخاصة الإمام باقر عليه السلام نتصور حقيقةً في غياب هذه المواجهة منذ البداية لأن تأسيس السيرة في 150 هجرياً زمن المنصور هو في الحقيقة يختزل أو يتجاوز ما قام به بن أمية الذين كانوا يتسامرون مع كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيره عبيدة بن شارية الجرهمي وغيرهم الذين نشروا عقاد الجاهلية وأيام الجاهلية وأنبياء بني إسرائيل والإسرائيليات بشكل يصنع نوع من الخليط ونوع من التشويش على السيرة النبوية فالإمام السجاد ثم الإمام الباقر والإمام الصادق والإمامين الصادقين جامعة أهل البيت في المدينة المنورة كانت كفيلة بمواجهة هذا التأسيس بالطبع التأسيس هو مرحلي لم يكن في عصر منصور فقط هو تأسيس مرحلي هناك تدرج في إعلان هذا النهج الموثق والذي يتعبد به للأسف غالبية المسلمين إلى اليوم إذن ينبغي رد الاعتبار للسيرة النبوية ينبغي على كل ذي نفس وكل عقل رشيد أن يعمل على تصحيح ما يقدر تصحيحه بالطبع أنا تحدثت في ذن المقالة على محاربة نهج بعض المغالين ونهج أهل الأهواء الإمام باق عليه السلام تصدى لهذه النمائج وذكرت بعض النماذج غير الضيصاني حقيقة وبالطبع هذه هي النماذج إنما تمشي في سياق واحد مع تحريف السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وآله شكرا جزيلا لسيد الباحث على هذه الإفاضة وعلى ما قدم وأبدع شكرا لكم سيئة بالطبع لاتيك لاتيك اشتركوا في القناة